ده كمان التفريقة ما بتجيش بقى على الولاد خلاص كبروا وتجوزوا خلاص هي عمالها تفرق طول الوقت أو هو الرقب عمالي فرق طول الوقت طيب ابنه ده تجوز وابنه التاني تجوز فبتلاقي بقى لو الام هي اللي بتفرق اصلا تلاقيها بتعامل مرادة غير مرادة بتلاقي الولاد ابنها ده بتعاملها غير ولاد ابنها ده طب ايه الجحود ده وتلاقي بقى يعني بنتها غيرانة وتعبنة نفسيا ازاي مامتها مثلا ممكن تتعامل مرادة ابنها احسن من بنتها صحيح وتقولك اصلا ده مراد فلان ابنها بقى البكري اللي هو الدلوع اللي على الحجر ليه ما هي خلاص ليه كده اعتادت على الاسلوب يعني ما تقدرش تعيش من غير مقارنة بس ده صعب قوي جدا يعني ده بيقتل روح البني آدم صحيح بس انا عايزين نقول حاجة كلما السن بيكبر هيبقى صعب يعني لما تروح للجد او الجدة وتقوله خلي بالك انت بتفرق الولد عن البنت انت عشان تأهله وتعيد تفكيره اللي بيفكر بيه قبل كده ده بيحتاج مجهود كبير جدا هو كده كده هو بيحب الاتنين يعني هو بيحب الاتنين بس فيه واحد حبه التاني اكبر شوية فهو محتاج بقى يعرف هو الاثار بتاعته اللي هو هيعملها دي ايه ده فيه كوارث يا جده لو انت عملت كده قدام خلي بالك بص المدرسة كدب ايه بصه صورته وهو قاعد في العيد ميلاد قاعد لوحده ازاي ولما قعدت معي قال عشان جده بيحب اخوي عني فعشان تغير المبدأ ده عند الجدة او الجدة لا ده تاخد وقت وتاخد تأهيد الاولى ايه بقى تغير الام وهم اب وام شو هم جد و جدة هو ده الاولى الاولى على كل ام دلوقتي بتسمعنا بتفرق بين ولادها بتغير من دلوقتي لانها لو ما غيرتش هتمتد على الاسلوب ده لغاية الاحفاد هيبقى الضمار ايه شامل عامة هو بيقولك اجيال صحيح كلها بتتدمر نفسيا اجيال اجيال كلها بتتدمر نفسيا وفي الاخر منلاقي اب وام هم سبب المشكلة دي كلها صحيح وكمان بقى في يعني اللي واحد مش عارف يقولي ايه اللي بيحصل ده الاب والام بقى كمان يعني مش يسكتوا لا يعني هم مكملين تفرق يجي بقى العيلة تلاقي العامة مثلا تيجي تقول لاخوها اه والله ده ابنك ده ده عسل ده 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 اللي تلعت بيه وتلاقي مثلا الخالة مميزة برضو حد يعني ايه يعني اب وام عاملين المشكلة وبيفرقوا فجأة نلاقي عم وعمة وخال وخالة انتوا عايزين ايه من العيال دي يعني انتوا ليه بتدمروها نفسيا كلها يعني يعني يا ريت مثلا نقولي ان الام هي عندها مشكلة نفسية وهي صغيرة طب كل الناس دي عندها مشاكل نفسية ما هو خلاص العاطفة هي بتحركهم تعرفي العاطفة ده حاليك بتتحرك من امتى منه هو اصلا فيه حمل اصلا يعني لو انا عندي طفل كبير وانا حامل انا حامل عادي فالولد الكبير بيبدأ يحس خلاص انا مش قدر اقوم العب معاك اخوك تعبني يعني في البداية خالص في البداية خالص هو بيتخلي الولد الكبير يكره اخوه ليه لان الولد الكبير ده هو متعاود الام تلعب معاه وتخرج معاه فدلوقتي بتقوله لا مش قدر اخوك تعبني فخلاص هو من البداية خالص وبعدها لما ييجي معلش أنا مش هقدر ألعب معي مش هقدر أذاكر أخوك بيعيط مش هينفع أسيبه فهو خلاص ليه لأن العاطفة بشغالة من غير من راعي الضوابط اللي الولاد بيحسوا بيها الولاد بيحسوا بكوارث وده بقى بيأثر على نفسية الولد يعيني وسقته بنفسه بتضعب بشكل غير عادي طبعا أنا مرة شفت اتنين توقام اتنين توقام ولد ما شاء الله يعني جماله حلو قوي ولد عادي بمرور الوقت الولد سقته ضعفت جدا رغم للولد الثاني ده زكاؤه عالي جدا وتحصيله في المدرسة مرتفع لما كبره بدأ الولد الزاكي ده يتفوق في المدرسة فحصل العكس يعني إيه العكس يعني بدأت الأم والقبلة أن أولوه عندهم في التعليم وهو زغير خلاص الجمال راح لما كبر العكس حصل أنت ليه مش بتزاكر زي أخوك فيعني نفس الولدين واحد مر بتجربة وهو زغير التفرقة واحد مر وهو كبير بس مين اللي حاسس أكتر الكبير الكبير طبعا عشان هو اللي فاهم الكبير هو اللي فاهم فالتفرقة أنت كوليه أمر أنت مش ضمنها هي حدود تأثيرها إيه سواء تأثيرها مؤقت أو تأثيرها طول العمر اللي بقمضة techبير شكرا